قتلت العديد من الأطفال الرضع حديثي الولادة وسعت إلى قتل المزيد بطرق لا تخطر على بال أحد إنها لوسي لكبي أسوأ ممرضة في تاريخ بريطانيا الحديث جديد قضية صفاحة الأطفال هذه إدانتها بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة خلال عام في المستشفى حيث كانت تعمل وبمحاولة قتل ستة آخرين فيما أعلنت الحكوبة البريطانية فتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات هذه الجرائم المريعة وأدينت لوسي البالغة من العمر 33 عاما بقتل خمسة أولاد وبنتين في مستشفى كاونس أوف تشيستر ومهاجمة أطفال آخرين من حديثي الولادة أثناء عملها في الغالب خلال نوبات ليلية في عامي 2015 و2016 كما وسممت بعض ضحاياها من الرضع عن طريق حقنهم بالأنسلين وفق ما كشف المدعون لهيئة المحلفين أما البعض الآخر فقتلتهم عن طريق حقن الهواء أو بدس الحليب بالقوات في أفوائهم كما هاجمت بعض ضحاياها عدة مرات قبل وفاتهم وكان ضمن من هاجمتهم توأماني قتلتهم معا كذلك حاولت قتل طفلة ثلاث مرات قبل أن تنجح في المحاولة الرابعة وكانت تلك الممرضة القاتلة أقرت في الملاحظات المكتوبة بخطيتها والتي عثر عليها من قبل ضباط الشرطة في منزلها كانت قد أقرت بجرائمها وكتبت قتلتهم عمدا لأنني لا أتمتع بالقدر الكافي من الطيبة لرعايتهم أنا شريرة بشعة أنا شريرة وفعلت هذا يشار إلى أن الحكم النهائية على لتبي سيصدر يوم الاثنين المقبل فيما تواجه عقوبة سجن طويلة جدا قد تصل إلى المؤبد